موسيقى السلام عليكم الاقتصادية المفصلة من الميادين الى عنوينها موسيقى المطالب العملية تتساعد في لبنان والاضراب يشل مطار بيروت موسيقى مزارع قطر يتحدون العوامل المناخية ويزرعون الصحراء موسيقى أزمة قبرص المالية تتفاقم وروسيا تهدد اليورو موسيقى أهلا بكم موظف القطاع العام في لبنان يتظاهرون أمام القصر الجمهوري والمواقف تؤكد أن لا تراجع عن التحركات قبل إقرار السلسلة كاملة تحرك مفصلي نفذته هيئة تنصيق النقابي في لبنان عشرات الآلاف أمام القصر الجمهوري رفعوا للمرات الثانية في المكان ذاته مطالبهم بعد أكثر من شهر على إدراب شل القطاع العام ها أنتم اليوم موحدون أكثر من أي يوم مضى تمر عليكم التجارة لكنكم تخرجون من كل استحقاق أكثر قوة ومناعة من كل جي قبل أنتم الأبطالة أنتم السخرة أنتم القرار الحر النقابي المستقل الذي لا يقار مجلس الوزراء يناقش سبول تمويل رفع رواتب القطاع العام بعد ساعات من التظاهر ويتخوف النقابيون من إخلال الحكومة بوعود قطعتها سابقا وأشارت معلومات خاصة بالميادين إلى أن مجلس الوزراء ذاهب لإكرار السلسلة لكن ليس كما يطالب بها المضربون حيث يجري تقسيط حقوق الموظفين على خمس سنوات وتميل سيشمل ضرائب تصيب الفقراء وهو ما ترفضه هيئة التنصيق رفضا قاطعا الهيئة ترى أن الحكومة تستطيع سفاء أموال تفوق كلفة السلسلة بأضعاف من خلال جزاءات على الأملاك البحرية المخالفة وضرائب على ريوع الأرباح العقارية والمصرفية ومن دون انسي بحقوق الفقراء نحن نشعر أن هناك محاولة لانقضاض على الحقوق وانتقاص من الأرقام وانتقاص من الحقوق المكتسبة للموظفين والمعلمين إن لجهة الأرقام أو لجهة الإصلاحات التي تطرأ ويطوقع أن تكلف السلسلة أقل من ستمائة مليون دولار أما فرض ضريبة على أرباح الريوع العقارية فيجب أكثر من مليار دولار سنويا فهل يتطابق حساب حق لمئات آلاف الموظفين مع بيدر الحكومة؟ وبالتزامن مع تحرك هيئة التنسيق النقبي أضرب المراقبون الجويون في مطار بيروت الدولي ما أوقف كافة الرحلات من لبنان وإليه لأكثر من أربع ساعات وحذر المراقبون الجويون من عدم شمولهم برفع الرواتب مؤكدين أنهم لن يتوانوا عن شل المطار إن استمر الظلم الواقع بحقهم والمتمثل في تجميد أجورهم وعدم حصولهم على أكلاف غلاء المعيشة منذ ثمانية عشر عاما مليون وخمسمائة وستون ألف طن من الحبوب حجم مخزون الشركة العامة للصوامع في سوريا وهي كمية الاستهلاك السوري حتى نهاية العام الحالي وفق تصريحات المدير العام للشركة الحكومية عبداللطيف الأمين الأمين لفت إلى أن أربع وعشرين من أصد إثنتين وثلاثين صومعة مازالت تحت السيطرة الحكومية وتعمل في نحو طبيعي ويعقد خلال الأسبوع المقبل مؤتمر الحبوب برئاسة الحكومة حيث تطرح جميع المشكلات والصعوبات التي تواجه الصوامع وآليات النقل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك وسعر الحبوب والتحضيرات للموسم المقبل حصل الرجال الأعمال السوريين في مصر على كشف جديد بقائمة أسعار الأراضي المتاحة ضمن المنطقة الصناعية المزمع وإنشاؤها للمستثمرين العرب رجال الأعمال السوريين لاحظوا ارتفاعا في الأسعار تجاوز 100 جنيه للمتر الواحد وكشفت صحيفة اليوم السابع أن القائمة الجديدة بلغت 320 جنيه للمتر وذلك للمساحات التي تزيد على 100 ألف متر كذلك زاد سعر المتر 420 جنيه للمساحات الأقل من 10 ألاف متر مربع وأشار مصدر إلى أن رجال الأعمال فوجئوا بأن الحكومة المصرية أحالت الملف المتعلق بالمنطقة الصناعية الموعودة إلى شركة خاصة بعدما كان مقررا أن تتبعه جهات رسمية وكالة موديز خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية المدرجة بالعملة الأجنبية وحذرت من أن الأوضاع السياسية المتوترة تهدد الاستقرار الحكومي وأشارت إلى أن مخاطر التخلف عن السداد قد تزايدت وتعيش البلاد حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ إطاحة الرئيس حسن مبارك وتفاقم الوضع المالي للحكومة مع تردد صندوق النقد الدولي في منحها قرضا طويل الأجل معللا الأمر بعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر في قطر يبرز الاهتمام يوما بعد يوم بقطاع الزراعة والمزارعون يصرون على إصلاح القطاع الذي يعد سنويا في بلاد المال والأعمال ويطالبون بتأمين البذور والمبيدات بأسعار مقبولة إضافة إلى وضع قواعد محددة للتسعير هذا المشهد يكسر الصورة النمطية عن قطر بلاد المال والأعمال التي تغطيها رمال الصحراء تتمتع بمساحات زراعية لمختلف أصناف الخضار والفواكه لكن المزارعين في قطر ليسوا بمنأن عن المصاعب ظروف التقس القاسية، ارتفاع أسعار البذور والمبيدات وأسعار الكهرباء تهدد بالقضاء على قطاع الزراعة في الدوحة يقول معظم المزارعين في قطر إنهم لا يحققون ربحا يذكر من بيع إنتاجهم دائرة الزراعة في وزارة البيئة حاولت معالجة المشكلة من خلال إنشاء سوق المزروعة حيث تباع الخضار والفاكهة بأسعار محددة لكن المزارعين يشتكون من غياب قواعد محددة للتسعير تشمل كل الأسواق في الدوحة ما يؤدي إلى تفاوت كبير في أسعار البيع من سوق إلى أخرى الشركات الخاصة أسعار غالية جدا وإحنا لما نجي نشتري بذور والمبيدات إحنا كده بنخسر مشكلة ارتفاع أسعار البذور والمبيدات غير المضرة بالبيئة تضاف إلى مشكلة أساسية البيئة في قطر غير مناسبة للزراعة بسبب الحرارة الشديدة وقلة المياه وملوحة التربة ورغم ذلك تصر الحكومة القطرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء وتسعى أيضا لرفع الانتاج الزراعي المحلي أول تحدي أننا نستطيع أن ننتج المحاصيل الشتوية بالصيف هذا أول تحدي خصوص المحاصيل الأساسية مثل الخيار ومثل الطماطم ومثل بعض المحاصيل التي تكون عليها طلب عالي من المستهلة السنوات المقبلة قد تشهد زيادة في الانتاج المحلي لكنها لن تغني الحكومة القطرية عن الاستثمار في أراضي زراعية خارج البلاد لتأمين مواردها الغذائية من ناحية أخرى تفتقر السعودية للأراضي الزراعية الخضراء لكنها تتميز في هذه الأيام بظهور فطر الكماء الثمين ومع قرب انتهاء موسم الأمطار يخرج السعوديون إلى الصحراء لجمع فطر الكماء لبيعه في سوق الجردة في مدينة بريدة حيث يقع أشهر الأسواق التي تباع فيها الكماء تفقمت الأزمة المالية في قبرز مع تحذير البنك المركزي الأوروبي من أنه سيقف التمويل الطارئ للبنوك القبرصية في مهلة أقصها الاثنين المقبل في وقت يبذل فيه السياسيون القبارصة جهودا حثيثة لجمع نحو ستة مليارات يورو للحيلولة دون انهيار النظام المالي في الجزيرة المتوسطية ودعت الحكومة القبرصية المواطنين إلى الهدوء فيما تعمل بجدية على وضع خطة بديلة لإنهاء حالة الفوضى التي أثرتها الخطة الأولى والتي كادت أن تفرض بموجبها ضريبة استثنائية على حسابات المودعين الذين يشكل الروس غالبيتهم إلا أن السلطات أعلنت الخميسة أنها استبعدت هذا الخيار بانتظار التوصل إلى خطة جديدة نبقى مع قبرص الأزمة القبرصية دفعت رئيس المفاوضية الأوروبية خسيمانويل باروزو إلى المسارعة نحو زيارة موسكو إلا أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مادفاداف استبق الزيارة وهدد بمراجعة الحصة المخصصة لليورو في احتياطي النقد الأجنبي لبلاده في خطوة ستمثل ضغوطا إضافية على العملة الأوروبية مادفاداف الذي أعرب عن أسفه لتجميد حسابات مجموعات حكومية الروسية أكد أن بلاده ستتخذ موقفا حازما إزاء قبرص وتسوية أزمة الديون فيها بدوره لفت باروزو إلى أن التعاون الروسي الأوروبي مثل في الصابق فرصة لحل أزمات أعمق وأكبر نعتقد أن الخطة التي عرضت لحل أزمة قبرص المالية تتركن أمام تساؤلات عديدة وذلك بسبب عدم القدرة على تحديد نتائجها والتعمق في دراستها وأنا بالفعل اطلعت على مجريات الخطة عبر الإنترنت فوجدت أنها عدلت أكثر من مرة على أي حال بإمكان مجموعة اليورو مناقشة أي خطة أخرى لحل القضية القبرصية مع جميع الأطراف المعنية بما فيها السلطات الروسية اقتصاد فرنسا يقترب من هوة الركود فقد استمر انكماش النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتقلص في شهر مارس أذار بأسرع وطيرة له منذ أربع سنوات المعطيات الجديدة تعني أن فرنسا انزلقت نحو الركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة المالية على الرغم من تخليها عن مستوى التضخم المستهدف بسبب نقص النمو وأظهرت بيانات منفصلة من قطاعي الصناعات التحولية والخدمات أن النشاط الاقتصادية يتراجع بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون إلى أمريكا سيفتقد الأمريكيون التقديمات الاجتماعية بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس خطة الموازنة التي تشمل خفوضات حادة في الأنفاق على البرامج الاجتماعية وذلك للحيلولة دون توقف الحكومة عن العمل المشروع المؤقت المقر يعتمد بدرجة كبيرة على أمان الجمهوريين في إلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس باراك أوباما وسيوفر التمويل للهيئات الحكومية وبرامج الأنفاق التقدرية حتى نهاية شهر أيلول سبتمبر ويحال المشروع الآن إلى الرئيس الأمريكي لتوقيعه علما أن هناك خطة موازية تقدمها الديمقراطيون من المتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ تسعى إلى إرادات ضربية جديدة قدرها ألف مليار دولار هذا كل ما لدينا الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء